ومن باريس ينضم إلينا دكتور حسان القبي الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية نرحب بحضرتك معنا أستاذ حسان في الحقيقة فرنسا من أول الدول التي دعمت كل التطورات الحاصلة في تونس وتتابع بشغف في الحقيقة كل المجريات لحظة بلحظة لكن يبدو لنا أن هذا الدعم هو دعم مشروط لكن بماذا؟ نعم بالفعل يعني بعد بيان 26 جوليا اليوليو الذي كان يعني معاوما نوعا ما وبدون أي موقف رسمي سواء مع ما حدث أو ضد ما حدث يوم 25 جاء الاتصال بين وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريون والوزير الخارجية التونسي دعا فيه إلى التسريع لتشكيل الحكومة الجديدة يعني عندما تدعو فرنسا إلى التسريع إلى تشكيل الحكومة الجديدة مثل ما صرح الرئيس يوم 25 قبول يعني ضمني غير صريح يعني هو قبول ضمني من الجانب الفرنسي لم يكن بصريح العبارة ولكن ضمنيا نفهم أن باريس توافق على التمشي الذي اقتراحه الرئيس قيس عيد يوم 25 جوليا من أجل يعني عزل حكومة المشيشي والإتيان بحكومة جديدة تكون حكومة رئيس الدولة يشرف رئيس الدولة على كل أعمالها هذا حقيقة ما يمكن أن نفهمه من تطورات التي يشهدها الموقف الفرنسي اليوم علما أن الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك الأكبر لتونس وخاصة فرنسا العلاقات الفرنسية التونسية هي علاقات استراتيجية استثنائية تحكمها ممكن العوامل التاريخية المشتركة بين الشعوب سواء في فترة الاستعمار أو خاصة ما بعد الاستعمار وتأسيس الجمهورية وتحكمها كذلك الجغرافية بحكم الموقع الجغرافي سواء لتونس أو لفرنسا تعرفون مثلا تونس مرسيلي عبر الطائرة ساعة فقط من تونس تكون في فرنسا لكن لغاية الآن أستاذ حسان لم نتعرف بشكل واضح على المخاوف الدولية خاصة الفرنسية من ما يمكن أن يحدث في تونس وبالتالي يقال أنه سيمس الأمن الدولي خاصة لدولة قريبة جدا من تونس وهي فرنسا نعم بالفعل دعنا نقول يعني بصريح العبارة تخوفات فرنسا منذ أكثر من سنة بخصوص الأوضاع الغير مستقرة في تونس كبيرة وكبيرة جدا أهم أهم عامل لهذه التخوفات هو انطلاق قوارب الهجرة الغير شرعية التي تنتلق من الشواطئ التونسية في جنوب المتوسط نحو شمال المتوسط ممكن في مرحلة أولى إيطاليا ثم من إيطاليا تتحاول إلى كل أوروبا هذا أكبر تخوف لدى باريس باريس كانت دائما تعمل على ضمان حد أدنى من الاستقرار في فرنسا للأسف فرنسا لم تذهب إلى معالجة الموضوع على أرض الميدان كانت كل ما تفعله تقديم مساعدات مالية بسيطة بسيطة أنا في تقديري الشخصي أقول بسيطة سوف أقول لك لماذا سيدتي الكريمة من أجل مراقبة السواحل التونسية في آخر زيارة لرئيس الحكومة الفرنسي إلى تونس تعرفون تونس فرنسا لديهم مجلس مزراء استثنائي ينعقد دوريا كل سنتين لبحث كل الأمور الاقتصادية بين البلدين يعني فرنسا قدمت إلى تونس واحد وثمانين مليون أورو ماذا يمثل واحد وثمانين مليون أورو في حجم شهدنا ممكن بعض العقوبات الأوروبية على تركيا في كانون الأول عشرين عشرين وبعد انصياع تركيا لكل طلبات أوروبا أوروبا قدمت إلى تركيا بموضوع اللاجئين اثنين مليار دولار يعني بين واحد وثمانين مليون وثمانين مليون تقصد حضرتك أنه تمويل لم يكن بالحجم المطلوب للقرب مع تونس ليس مسلة سيدتي الكريمة ليست مسلة التمويل أنا في تقديري شخصي أن بقيت الأوضاع الاقتصادية وأن لم يفكر الاتحاد الأوروبي في نموذج اقتصادي شراكي مع تونس أكثر يعطي فرص اقتصادية أكثر يشغل شباب أكثر يضمن الحريات والحقوق نعم نحن مع ضمان الحريات والحقوق ولكن كذلك مع ضمان حق الشعب ومحاسبة اليوم محاسبة كل من أخطى حق الشعب الرئيس يتحدث على 13.5 مليار أين ذهبوا هذه الأموات؟ ذهبوا إلى بنوك أوروبية طب ألا يقضي هذا الدعم دكتور حسان إلى وجود كيان سياسي وطبعا هنا البرلمان نقصد في كلامنا وبالتالي الإلحاح على إعادة عمل البرلمان نتصور أنه أحد أهم المطالب الفرنسية بالنسبة لعودة عمل البرلمان دعنا نقولها بصريحة العبارة أنا قلتها في قناتكم الكريمة منذ سنة عندما كان رشد الغنوشي يحاول تمرير الاتفاقية القطرية التركية نتذكر جيدا قلنا رشد الغنوشي يريد أن يخرج الشارع التونسي ليهدم قبة باردو على رأسه وهو جمد كثيرا من أنصار الإسلام السياسي في ذلك الوقت اليوم فعلها الشباب التونسي أي محاولة لإعادة فتح البرلمان سوف تدخل الجماهير الغاضبة ربما تحرق هذا البرلمان حرقا وليس هدم القبة كما فعله في 25 جوليا سوف رأينا النيران في كل مقرات حركة النهضة ماذا يريدون؟ يريدون أن نرى النار في قصر باردو أعتقد أن مسألة عودة عمل هذا البرلمان أصبحت شبه من عادي اليوم الذي سوف يعود فيه البرلمان للعمل سوف يعود شباب التونسي للشارع نعتقد أن فرنسا تفهم هذا جيدا في تقدير الشخصي كان من الأجدر البحث تعرفون من عوامل عدم الاستقرار السياسي هناك خمس عوامل ولكن هناك عامل مهم جدا أعمل عليها شخصيا في أبحاثي العلمية هو تدني الحالة الاقتصادية الحالة الاقتصادية التي كانت قبل 14 جونفي هل هي أسوأ من الحالة الموجودة حاليا؟ بالعكس يعني كل من جاء بعد 14 جونفي وحكم تونس كان حلمه والأرقام المرجعية التي يريد الوصول إليها هي أرقام 2010 كل من حكم تونس على امتداد العشرة السنوات الأرقام المرجعية التي يريدونها لذلك أقول أن الحالة الاقتصادية الصعبة إن تواصلت في تونس على هذه الشكلة فإن المشاكل لن تحل مشاكلنا الاقتصادية بحتة يجب التفكير في نموذج اقتصادي جديد يخرج تونس من الحالة الاقتصادية الهشة وإلا لن نعرف الاستقرار لا الاقتصادي ولا السياسي شكرا جزيلا كنت معنا من باريس دكتور حسان القبي الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية شكرا جزيلا